السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعرف حل مشكلة برنامج المايكروفون. ازاي تحفظ الملف اللي انت بتسجله. اول حاجة بتدخل بتسجل عادي خالص وبعد كده بتنزل برنامج اسمه جوجل درايف. البرنامج زي ده كده هو نفس الشكل كده. هتدخل على جوجل بلاي او بلاي ستور. بعد كده بتكتب جوجل درايف. بعد كده بتقوله سيرش. هيجي لك اول واحد هتقوله انا طبعا هو هنازل عندي فانا هضغط اوبن. هيفتح لك الملفات الخاصة بيك. يبقى كده انت اولا اول حاجة انت فتحت الجوجل درايف ودخلت بحساب الجيميل الخاص بيك. بعد كده بتدخل على البرنامج. بتدخل على البرنامج زي ما انت شايفيه. وبتسجل اي صوت. انا هحاول اسجل بس مش عادة بها هيسجل بلاي عشان انا اصلا بسجل. هنشوف دلوقتي هيسجل او بيسجل اهو. وبعد اعمل ايقاف. وبعد كده ارجع لورا. الملف اه اربع ثواني تسسونة وعشر كيلو بايت. اخره اربعة تمانية تلاتة تلاتة. اربعتاشر تمانية تلاتة وتلاتين. خلاص. هنوموا عاملين ايه? هنوموا ضغطين على الملف ده ضغطة. بها اللي احنا نحدده. وبعد كده التلات نقاط دول. فاقسل يمين. ونقول له شركة. وبعد كده بتقول له درايف. تمام? اللي هو جوجل درايف. هتضغط عليه. هيقول لك اسم الملف كزا كزا اربعتاشر تمانية تلاتة تلاتة. هيقول لي هتحطه في انهي فولدر ماي درايف ولا فولدر تاني. ما فيش مشكلة هنخليه في ماي درايف. زي ما هو واقول له سيف. بيقول لك بيقول لك يوروان فايل بينج ابلودد. هندخل بقى على جوجل درايف. بعد كده بنقول له فايلز. فاقسل يمين هنا. وده ماي درايف. هنستنى شوية نعمل رفريش. هو الملف بس بيترفع بياخد وقت. بعد ما عملت رفريش هننزل تحت. هنلاقي مكتوب هنا اربعتاشر تمانية تلاتة وتلاتين. هتقدر تعمل يبقى هتضغط على التلات نقاط دول. وبعد كده بتقول له داونلود. شايفين داونلود دي هتضغط على دغطة. هننتظر شوية. بعد كده بنخش على فايل مانجر. او مدير الملفات عندك. وبعد بتقول له فون ستوريج. وبعد كده بتنزل على فولدر اسم داونلود. اللي هو ده. هنفتحه. بعد كده بتنزل تحت هتلاقيه بره موجود مكتوب اربعتاشر تمانية تلاتة وتلاتين. لو ضغطنا عليه هنسمع الصوت. هنفتحه دلوقتي. هنشوف دلوقتي هنسجل او هو ده السوت اللي هو اللي انا سجلته في اربع ثواني. اللي هو اخره اربعتاشر تمانية تلاتة وتلاتين زي ما انتم شايفين. وبكده يبقى الملف بقى اصبح عندنا معلش لفينا بس لفة كبيرة شوية. يا رب يكونوا دي اعجابكم من سوش اشترا في القناة وعمل اعجاب الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.